السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءات لعزيزي برج العذراء الشمسي والقمر والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك أتركوا عفوا خذوا ما ترتاحون إليه من هذه السلة وخذوا البقير حل يرجع للكون بسلام فهناك برج عذراء آخر يحتاج لهذه القراءة ولا تنسوا استشارات برجكم الطالع أو الشمسي والقمر وهي قراءة للكل للنساء والرجال وخف للكل لنبدأ نخليوا الرسائل ونرى ما هي قراءة برج العذراء هذا الشهر شهر جوان يونيو أو حزيلان بسم الله نتمنى لكم حد سعيد حد سعيد حد سعيد حد سعيد يا ربي الحبيب وبسم الله طاقتك عزيزي برج العذراء هي الحركة الرحيل الصفر هذا الشهر نعم البعض منكم سيرحل ربما يعني تغيير السكن لكن أرى كذلك صفر ربما صفر يعني للمتعة غادي تاخدوا وغادي تصفروا وكذلك البعض الأخر يعني رحيل إلى بلد حتى إلى بلد آخر يعني هذا الصفر يعني طويل حتى لبلد آخر عزيزي برج العذراء البعض منكم تعملون في مجال التعليم أو الخياطة ومن ليس لديه عمل في هذا الشهر فهناك فرصة جميلة فرصة عمل في مجال السياحة بالنسبة للمتزوجين أرى آآ برج العذراء زوجة أو زوج كتعمل لنهار يعني تشتغل كثيرا تشتغل داخل وخارج البيت يعني أنا أتكلم مع المرأة والرجل برج العذراء سواء كان زوج أو زوجة هذا يعني برج العذراء الزوج المتزوج يعمل ليلة نهار وكل يعني كي نطبكري ربما يستيقظ بكرا ربما في الساعة السابعة صباحا نعم وكل همه في الحياة أو همها في الحياة هو إسعاد زوجها وأبنائها والعكس هو الصحيح يعني الزوج الذي برجه هو العذراء زوج العذراء فهمتوني إياك أنا أتكلم مع النساء والرجال لكن يسهل علي أن أتكلم مع النساء لكن أنا أتكلم عن طاقة برج العذراء يعني رجل ذكر وأنثى وخا إذن الزوجة العذراء تقوم باكرا تستيقظ ربما في السابعة صباحا وتشتغل في البيت وتشتغل حتى خارج البيت نعم وهمها وهدفها الوحيد في الحياة هو إسعاد زوجها وحماية والعناية ببيتها وأبنائها هذه هي حياة المتزوجين برج العذراء وأرى حياة أتبرت الله يعني ما شاء الله فيها خير ورزق واحترام كبير هذا زوج العذراء يقدر ويحب زوجته نعم ويقدرها ويعرف أنها كنز ثامن والعكس هو الصحيح يعني زوجته برج العذراء تقدر زوجها تحطرمه تحبه يعني حياة عائلية أسرية جميلة بزاف وأطفال يعني سعداء أبناء سعداء وهذا الرجل والمرأة يعني ستان جغوب جغوب يعني تخفو نعم يعني فاش نقوله بالعربية فرقة نعم فرقة جغوب هو فرقة يعني تكونان فرقة قوية يجمعها يعني رابط الحب والإحترام ويعني هدفك ما هو العناية بزوجتك أو نعم وأبنائك وببيتك وأرى حياة أسرية جميلة بزاف هذا كل ما أرى في ما يتعلق المتزوجين واحترامهم وحياة جميلة بزاف وفرح ورزق نعم ما تقوله الكارد يعني رزق آآ وحياة هانئة وجميلة لنسبة للمرتبطين هناك نعم حب هناك حب حب جميل هناك حب جميل وكذلك تريدون الاستقرار تريدون الاستقرار لكن هناك يعني طاقة 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 سلبية ربما هي العائلة يعني لا تقبل هذه هذه العلاقة ربما أمك أنت أو أمها هي لا تقبلها لكن أنا أرى حب صافي بالنسبة للمرتبطين وطاقة كما هي المرتبطين طاقة ترابية وهوائية ترابية يعني ثور وجدي وعذراء مثلك أو هوائية ميزان دلو وجوزاء نعم بالنسبة للمرتبطين أرى حب جميل وصافي لكن ربما هناك طاقة سلبية تريد أن تنهي هذه العلاقة بالنسبة للعزاب بالنسبة للعزاب أرى فرصة سماوية وصول حبيب وصول شخص مميز جدا لكن سبحان الله يعني طاقتك أنت عزيزي برج العضاء هو الرحيل الرحيل والأماكن البعيدة لأن هذا الشخص بالنسبة للعزاب هذا الشخص الذي سيصل إلى حياتك هو من مكان آخر ربما من بلد آخر نعم وستتعرف عليه إما أنت ستسافر ربما ستذهب لزيارة الأقارب يعني غادي تمشي تشوف حبابك إما خلتك أو عمتك وستتعرف على هذا الشخص هناك أو إذا كنت تعمل هذا الإنسان سيصل هو رفق جديد في العمل وغادي تتعرف عليه وغادي يعني غادي تبني علاقات زوينة وجميلة نعم نعم علاقات زوينة جميلة هذا تبق الاستقرار نعم لنواصل لكن هناك خوف هناك خوف من هذه العلاقة أنت يعني هذه كرد الدموع ربما هذا الإنسان سيرحل من جديد لبلده أو أنت ستعود لبلدك وهذا الإنسان سيبقى في بلده لكن أرى يعني هناك مسافات بيناتكم وهناك دموع دموع الحزن يعني ستبكي على هذا الإنسان أو تبكي يعني ربما أنت تعرفت على هذا الإنسان ويعني كتبكي لأنه بعيد نعم من جديد هذا الإنسان قاعد هذا ما أرى هذا ما أرى نعم والآن آآ لنواصل يعني ما لايمكنني يعني دبق سأتكلم عنه المنفصلين 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 أرى آآ ربما آآ هذا الإنسان آآ مع شخص آخر هناك ربما انفصلتم بسبب خيانة آآ وهذا الإنسان الآن هو مع شخص آخر أو حتى أنه متزوجه هناك أطفال لكنه غير سعيد هذا الإنسان غير سعيد غير سعيد هو يظهر صورة كاذبة يعني شاشة فقط ما ترى إذا كنت يعني ترى آآ فهو ليس سعيد في الحقيقة ليس سعيد وربما هو مع هذا الطرف الآخر ربما لأسباب مادية أو ربما لأن هناك أطفال نعم أنت طاقتك هي حزن وطاقته كذلك هي الحزن عزيزي آآ برج العدراء المنفصل أرى طاقتك أنت هي الحب والحزن وطاقته كذلك لكن هذا الكارت كارت مهم جداً هذه رسالة آآ مهمة جداً هذه الرسالة تقول لك عزيزي أنك عليك تنظيف آآ عليك تنظيف عقلك من كل السلبيات لأنك تعيش في الذكريات في ذكريات الماضي نعم تعيش في ذكريات الماضي وهذا يرفع من دبدبات الحزن لذلك عليك التخلي لماذا يجب أن تتخلى لأن هناك شخص آخر سيصل إلى حياتك ويهيب لك ما تستحقه أنت وما لم يعطيك الحب الآخر نعم الحب الآخر كلنا أن طاقته هي ترابية وهوائية والحب الجديد طاقته مائية أو ترابية من جديد وخا نعم لما أرى طاقة ترابية هوائية ومائية أنتما شوفوا يعني من هي طاقة الحبب الأول أو الذي سيصل لكن أنا أرى إنسان جد وحكيم سيصل إلى حياتك لشفائك هذا الإنسان يعني هو بمثابة شفاء روحي بالنسبة لك هذا الإنسان طبيبك عزيزي هذا ما تقول هذا الكرد المهمة هو طبيبك الروحي نعم؟ ستفرح كثيرا مع هذا الشخص الله شوفوا الاستقرار والحب الاستقرار والحب لكن هذه القرد تقول لك أنك يجب أن تنظف يعني أن تنظف روحك من الطاقة السلبية وهذه الذكريات ولا تتشبث بالماضي وأن تنسى وأن تنفصل عنه تماما لأنكم أنتم منفصلان يعني جسديا أنتم منفصلان لكنكم يجب أن تنفصل روحيا يعني تنسى تنسى يجب أن تنسى هذا الإنسان لأنك إذ لم تنسى هذا الإنسان فلن يصل يعني الكون لن يرسل لك هذا يعني هذا الحب الحقيقي الحب هذا الإنسان المخلص هذا الإنسان الحاكم الذي يهيب لك ما تحتاجه أنت ما تستحقه أنت لأن هذا الإنسان يراك أنت يراك يعني يرفك الجمال الداخلي والخارجي بشكل مبالغ يعني هو يحب فيك يوبك وفضائلك يحبك كما يعني كما أنت وهذا هو الحب الحقيقي يحبك كما يعني كما أنت كما أنت نعم كي يبغيك كما كنت قبيح واللازوين كي يبغيك كيف يعني يحب طبيعتك يعني كيف كما خلقك الله هذا هو الحب الحقيقي وهذا ما سيصلك لكن عليك أن تتخلى عن نعم تتخلى وتستغني عن الآخر أن تنساه يجب أن تنساه لكي تسمح للسماء أن تبعت لك هذا الحب الجميل حبيب الروح هذا حبيب الروح هذا سيعطيك ما تستحقه ليس الآخر الآخر إنساه لكن كما أقول دائما الاستغناء لكن بالسلام يجب أن نتصرف كما يتصرف الكون معنا يعني بهدوء الاستغناء وبسلام بحب نعم بحب مهما أساء إليك حتى وإن كانت هناك خيانة وخبك يعني بكك حتى مرضك هذا الإنسان يعني ظلمك كثيرا يعني كانت علاقة سلبية بزاف وعنيت كثيرا وبكيت بزاف لكن رغم ذلك سامحيه وغفري له وأرسلي له كل طاقتك الجاملة والإيجابية وكل حبك لكن مسحي راسك يعني ديري ديري نتوياج منطل نعم تنظيف عقلي وروحي لماذا؟ لكي يرسل لك السماء ما تحتاجه كانت قراءة جميلة بزاف كانت قراءة جميلة لنرى ما هي رسالة الملائكة ورسالة سحرية تقول أترك الأشياء أترك الأشياء تستمر إلى النهاية حتى نهايتها يعني أترك الأشياء هكذا يعني من جديد السلام والوئام والتخلي والاستغناء خلي الأشياء يعني تحدث كما يجب أن تحدث والثقة والإيمان بالله والكرت الثانية تقول شهر العسل من جديد لدينا الرحل والصفر يعني طاقتك أنت عزيزي برج العذرة والحركة والصفر البعيد البعض منكم سيعود لكن البعض الآخر لن يعود تقول شهر العسل يجب أن تقدر جمال الصفر مع الحبيب ربما البعض منكم سيسافر معه حبيبه والكرت الثالثة تقول شوي شوي شوية بشوية شيئا فشيئا اترك يعني تخلى عن بذل مجهول كبير في السيطرة على الأشياء يعني ما تسيطرش عن الأشياء والتحكم في الأشياء وستفتح لك الأبواب الأبواب السماوية هي كما ترون هي نفس نفس الرسالة في الحقيقة نفس الرسالة يعني ندع الأشياء تحدث كما كتبها الله علينا كما يعني كما كتبها القدر نعم يجب أن نؤمن ونثق بما كتبه الله لنا ونحمده ونشكر الله في كل الأحوال وكانت قراءة جميلة جدا كانت منا تكون ساعدتكم وتستفدوا من هذه القراءة وأتمنى أن تكون قد يعني تساعدكم ولو شوية هذه الرسالة ولا تنسوا أن الطرط لنا يعني لا يعطي لكم حلول ولا يقول لكم كيف يجب أن تعيشوا هي فقط إشارات ورسائل رسائل لكي يعني لكي تعرفوا ماذا تفعلون ولكي تختاروا ما هو أفضل لكم في هذه الحياة كانت منا لكم الخير يا ربي حفظكم لي يا ربي خليكم لي الله حميكم والله يا ربي تتحقق كل أمنياتكم كان حبكم بزار وكان شكركم بزار من كل قلبي كانت منا لكم الخير وأشكركم من جديد